عقد منتدى شباب العالم أول جلسة النقاشية بعنوان دور المجتمع الدولي في تقديم الإغاثة للدول واللاجئين في الدول المضيفة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع نطاق الدعم للفئات والدول الأكثر تأثرا بالتحديات التي يشهدها العالم هذا وقد نقاشت الجلسة العديدة من المحاور تمثلت في الحديث عن التداعيات الخاصة بتزايد وطيرة موجات اللجوء على أوضاع اللاجئين في المجتمعات المضيفة والحدودية والتعرف على دور الجهات الفاعلة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع أزمات اللاجئين بالإضافة إلى تناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية لهم والتحديات المتزايدة أمام المنظمات الدولية التي تقف عائق أمام قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجة